أعلن وزير الخارجية السودانية المكلف علي الصادق أن بلاده ستشرع فوراً رفقة الجهات المختصة في تنفيذ أولى مقررات القمة العربية علي الصادق قال في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء القطرية أن بلاده ستشرع في تنفيذ المبادرة العربية للأمن الغذائي العربي كونها من أكثر الدول العربية تأهيلاً لتنفيذ هذه المبادرة ولفت المسؤول السوداني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لتنفيذ مقررات هذه القمة ترجمة نانسي قنقر